مرحبا بكم ميلا موجز لأهم الأنباء دعت الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي إلى فك الحصار عن تعز وتنفيذ مقترح المبعوث الأممي بفتح أربع طرق في المدينة لتخفيف المعاناة الإنسانية قال بيان الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تردد حديث المبعوث الأممي ودعوة المجتمع الدولي لتسهيل حرية تنقل الأشخاص والبضائع على الفور من وإلى تعز وكان السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجين قد طالب في وقت سابق ميليشيا الحوثي باتخاذ خطوات ملموسة لإثبات اتزامها بالسلام وقال إن فتح الطرق لاسية ما في تعز خطوة مهمة وضرورية من جهاته دعا الاتحاد الأوروبي لتحويل اتفاق الهدنة الأممية باليمن إلى سلام دائم ينهي الحرب في البلاد وقال السفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مون ويرا فينيالس إن الاتحاد سيبذل قصار جوده للمساهمة في تحقيق سلام دائم باليمن وفي كلمة المصورة عبر السفير عن أمله في أن يعمى الأمن والسلام ربوع البلاد بدورها أعلنت تركيا ترحيبها بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن معتبرة هذه الخطوة مهمة في سبيل فتح الممرات الإنسانية ببعض المناطق والتخفيف من الأزمة الإنسانية في البلاد بيان الخارجية التركية أكد مواصلة دعم أنقرة لمساعي الحوار بين الأطراف اليمنية وتضامنها مع الشعب اليمني كما عربت عن أملها في أن يسهم الحوار في التواصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل الخلاف على أساس الشرعية الدستورية في إطار قرارات مجلس الأمن والمعايير الدولية وجهت وزارة الداخلية بالتحقيق في حادثة الدكتور أحمد دويل الذي وجد مقتولا في مكتبه داخل مستشفى الحسين بمديرية المنصورة في عدن وشدد الوزير إبراهيم حيدان على سرعة البحث والتحري لمعرفة ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات وفق القانون من جانبها قالت إدارة أمن عدن أن الأجهزة المختصة تحقق في ملابسة مقتل الدكتور دويل مشيرة إلى أنها ستكشف النتائج للرأي العام حال استكمالها وفي تعز قتل مدني إترشت بكات اندلعت بين مسلحين في الطريق المؤدي إلى سوق القبة في المدينة قالت مصادر محلية إن عبد الرحمن علي قتل أثناء تواجده داخل حافلة نقل بالقرب من موقع الاشتباكات دون معرفة هوية الجاني أضافت أن جثثة الضحية نقلت إلى مستشفى الثورة العام في المدينة انتهى الموجز شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة